بسم الله الرحمن الرحيم أعطيكم العافية طالباتي في مدار جامعة الزقاء الثانوية الأول الثانوية العلمي تحدثنا في الحصة الماضية عن بعض المركبات العضوية تطرقنا إلى دراسة الالدهايدات والكيتونات وتعرفنا على كيفية تسمية هذه المركبات حسب نظام أيوباك وكيف يمكن كتابة الصيغة البنائية من خلال معرفة اسم المركب العضوي ودرسنا بعد ذلك الحموض الكربوكسيرية والإستارات قبل ما نكمل حديثنا عن المركبات العضوية الأخرى مثل الأمينات وهاليدات الألكل نقوم بعملية مراجعة للمركبات العضوية لدرسناها مثل الألكان والألكين والألكاين والكحول والإيثر والألديهايد والكيتون وحمض الكربوكسير والإستار رح نطرح نوعين من المسائل الأول أكتب صيغة بنائية لمركب العضوي معطيني اسمه والثاني أسمي المركب العضوي حسب نظام أيوباك طبعاً كل هذا الكلام باعتمد على أن الطالب يكون حافظ المركبات العضوية المسمى بالألكان ميثان إيثان بروبان وبيوتان يعرف أنه الاسم مرتبط بعدد ذرات الكربون في سلسلة الكربون التي تم تحديدها كأطول سلسلة الإضافة إلى المتفرعات إذ ذرات كربون التفرع منها مثل ذرتين إثل يعني من ميثان مثل إيثان إثل بروبان بروبل بيوتان بيوتل وهكذا فأنا طرحنا مجموعة من المسائل نشوف كيف نكتب الصيغة البنائية الاسم الأول هو ثلاث إثل ثلاث مثل هكسان هكسان يعني من الألكان هكسان يعني ست درات كربون برسم ست درات كربون واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ست في حالة كتابة الصيغة البنائية من الاسم يفضل الترقيم من اليمين من اليمين بعطيها رقم واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة ببحث عن التفرعات ثلاث إثل على ذر رقم ثلاث برسم إثل اللي هي سي 2 بدأك نحافظها سي 2 أتش فايف وعلى ذر رقم ثلاث برضو في عندي مثل اللي هي سي أتش إثري هيكا احنا حطينا التفرع بنرجع لتكميل تكافؤ الكربون بحيث كل الكربون تعمل أربع روابط فنضيف إليها الهيدروجين هذه رابطة واحدة إذن بدها ثلاث ذرات هيدروجين مشان يكتمل تكافؤة هاي عملي رابطة 2 بدها أتش 2 هاي عملي رابطة 2 ثلاث أربع مكتمل هاي عملي رابطتين بضيف إليها أتش 2 رابطتين أتش 2 واللي عن الطرف عملي رابطة فبدها أتش 2 هيكا كتبت اسم المركب كتبت صيغة المركب ثلاث ثلاث ثنائي مثل هيكسا مركب الثاني هبتين السلسلة هبت يعني سبع ذرات هبتاين يعني في رابطة ثلاثية من الألكاين برسم سبع ذرات واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة لاحظوا أمام السيبة ترك فراغ مشان يكتب الهيدروجين لتكبيل تكافى الكربا برقم من اليمين واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة على ذر رقم اربعة في عندي مجموعة تفرع اثل بكتب هون سوالتها اولفوكس اي تو اتش فايف على ذر رقم اثنين عندي الرابطة الثلاثية بتكون بين ذرة اثنين وثلاث لانه احنا من نكتب الاسم ناخذ الرقم الاصغر سنكمل تكافى الكربون الأولى عملي رابطة بتاخذ ثلاث هيدروجين هاي عملي اربعة روابط بتاخذ شواله اتش وهاي كمان عملي اربعة روابط بتاخذ شواله اتش هاي عملي ثلاث روابط بدها هيدروجين واحد هاي رابطتين بدها اتش هاي رابطتين اتش هاي واحد اثنتين هاي عملي رابطة بتاخذ شواله اتش مركب الثالث ثلاث اربعة ثنائي مثل هذا التفرع اثنين هكسين الكين يعني الرابط الثنائي بتيج على ذرة ثنين وثلاث برسم ست ذرات هكس ستة اي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة وهي ستة برقم واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة وهي ستة على ذرة رقم ثلاثة واربعة في اثنين متفرعتها هاي تفرع الاول مثل وهي على ذرة اربعة كمان تفرع مثل وبين بين اثنين وثلاث الرابط الثنائي سبكمل تكافؤ الكربون الاولى عامل رابطة بضيف لها اتش ثري هاي عامل رابطة اثنين ثلاث بدها اتش هاي عامل اربعة روابط واحد اثنين ثلاث اربعة مكتمل هاي عامل واحد اثنين ثلاث بدها اتش الرابط الرابعة هاي عامل رابطين بدها اتش تو هاي عامل رابطة بدها اتش ثري من الألكين الأول من الألكان كل الروابط حديث ثاني الكاين هي رابط ثلاثي على وزن آين وهي رابط ثني أركب الرابع ثلاث أربعة ثنائي مثل ثلاثي هبتانول قول كحول هبتان يعني سبعة مرسم سبعة واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ستة وهي سبعة من اليمين برقم واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ستة وهي سبعة على ذرة ثلاثة وأربعة مجموعتين تفرر من نوع مثل هاي واحد وهي سيئة جثري وهي الثانية سيئة جثري وعلى ذرة ثلاث في أو أتش أول هاي أو أتش من القحولات تكمل تكافى الكربون أتش ثري هاي رابطين بتأخذ أتش رابطين واحد اثنين ثلاث أربعة بتأخذش ولا أتش هاي عامل رابطة ثلاث بيدها أتش واحدة هاي عامل رابطة سنتين بيدها أتش سوف نقوم بعمل رابطة ثنتين بدها اتش سوف نقوم بعمل رابطة بتاخد اتش المركب اثنين اثنين ثلاث ثلاث مثل ثلاث هيكسانول ست درات واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة وهي ست واحد اثنين ثلاث وخمسة ست هيكسان معناها ست اضر اثنين في تفرعين مثل هاي سي اتش ثري سي اتش ثري عدد الارقام بدله على عدد كم تفرع عندي وعذر رقم ثلاث في كمان تفرع ثلاث هيكسانول ثلاث في عندي هو اتش اثنين اثنين ثلاث ثلاث مثل ثلاثة والسلسلة هيكسانول هاي اتش ثري بدها هاي ولا رابطة وهاي ولا رابطة هو ان بدها اتش تو وهاي اتش تو هاي اتش ثري المركب الاخير في هذه الصفحة اثل بروب الاثر الاثر كيف نكتبه بنكتب الو اثل يعني ثنتين هاي واحد اثنين بروب هاي يعني ثلاث بروب واحد اثنين ثلاث اكمل تكافل كربون هاي بتاخذ اتش تو هاي بتاخذ اتش ثري هاي بتاخذ اتش تو اتش تو اتش ثري نكمل كتابة الصيغ عندي هذا حمض بنتان ويك حمض كاربوكسيل ويك على طول برسمهم من البدع السي برسم مجموعة الكاربوكسيل وبعمل خمس ذرات بنتان هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث هاي اربعة وهاي خمس هاي ايش البنتان الاولى اتش ثري هاي رابطين بدأ اتش تو هاي رابطين بدأ اتش تو وهاي رابطين بدأ اتش تو ايه كتبت انا حمض بنتان ويك واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس بروبل بروبانوات هذا من الحمض هذا استر استر بنكتب هيك سي او برسم او سابروبل بربط مع الاكسجين بروب ثلاث درات هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث بكمل تكافو الكربون بدأ هاي ثلاث اتش هاي ثنتين وهاي ثنتين خلصت من الطرف بروبل حسنا منيجي لبيوت انا وادي بيوت معناها اربعة هاي ذرة هاي ثنتين هاي ثلاث وهاي اربعة هاي بكمل تكافوها اج تو اج تو اج اثري بروبل ثلاث درات وات اربعة درات بيوتانا وات هذا استر لبعده ثلاث اثنين مثل ثلاث هيكسانول هذا كحول هكسان ستة برسم ستة واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة واستة ارقمها واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة واستة اضر ثلاث في مجموعة اثل برسم سي تو اج فانف اضر ثلاث اثنين في مجموعة مثل هاي مثل طبعا كتبتها فوق تحت مش مشكلة وعذر ثلاث اول اكسانول او اج وبوق في تكتربون هاي ثلاث راغ ذرات هاي عملي رابطين بدها اج تو رابطين بدها اج تو هاي عملي اربعة روابط ملزمها شاي عملي ثلاث روابط بدها اج وهاي بدها ثلاث اج اربعة اثنين اربعة اثنين اربعة مثل اثنين هكسانول هكسانول هذا كيتون هذا كيتون واحد هكسان ستة اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة هاي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة على ذرة اربعة اثل برسم هون سي تو اج فايف وعلى نفس الذرة فيه كمان مثل برسم فوكس اج ثلاث اثنين اثنين مجموعة الكاربون الهكسانول بعمل اثنين رابطة اثنائية مع هون هي كمثلت الكيتون بكمل تكافل كاربون هاي اج ثلاث هاي ما بتوخذيش اج عملي رابط ثنتين ثلاث اربعة هاي عملي رابطين بدها اج دو هاي عملي اربع روابط بالزمهش هاي رابطين اج دو وهي ثلاث روابط بدها ثلاث روابط سي اج ثلاث اثل هبتانال هذا الديهايد هبت سبعة واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة وهي سبعة هبتانال على الطرف مباشرة اول ذرة بتعمل عليها كاربونيل وبتعطيها اج وبتكمل على ذرة رقم ثلاثة اعتناها رقم واحد هاي اثنين هاي ثلاث في عندي اثل سي تو اج فايف وبكمل تكافور الكربون اج تو هاي اج وحدة هاي اج تو هاي رابطين اذا موفقين على اربعة اثنين اج هاي رابطين هاي رابطة بنتها ثلاث ايك كيف نكتب صياغ المركبات العضوية من لما بعطيني الاسم نشوف في حالة انه اعطاني اعطاني انا الاسم بدي اكتب اعطاني المركب وبيدي اكتب اسم المركب اولا بحدد نوع المجموعة الوظيفية هذا او اتش اذا كحول دين تهيب هاي هذا هذا تفرؤ من نوع مثل وهذا تفرؤ من نوع مثل من نفس النوع يعني هنا التفرؤ من نفس النوع السلسلة المختارة اطول سلسلة هي شايفينها اطول سلسلة في المركب واحد دين ثلاث اربعة خمس بنتان تنتهي بقول بنتان سمشان نرقم المجموعة الوظيفية والتفرؤ دائما ببدأ اقرب للوظيفية وهي مجموعة الهيدروكسيل برقم اقرب الها سلم دا اكتب الاسم ببدأ اكتب الاسم من اليمين بدءا من التفرؤ التفرؤ على ذرة اثنين والتفرؤ على ذرة اربعة بكتب اثنين فاصلة اربعة شحطة ثنائي مثل شحطة على ذرة رقم اثنين في او اتش بكتب اثنين شحطة السلسلة خمسة خمسة بقابلها بنتان هاي بنتان بكتب بنتان بضيف الها اول بنتان اول على اساس انه من الكحول مركب الثاني لاحظوا رابطة ثلاثية اذا هذا من الالكعين الترقيم اقرب للرابطة من اليسار واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ست سبعة هبثان سبقت بالتفرؤ بالأول لاحظوا هنا التفرؤ مختلف هذا اثل وهذا مثل بابتع حسب الحروف الهجائية الاثل حرف اي والمثل حرف ام على ذرة رقم اربعة شحطة اثل شحطة وعلى نفس الذرة اربعة شحطة مثل شحطة سبتحدد موقع المجموعة الوظيفية اللي هي رابطة الثلاثية جاي على ذرة اثنين وثلاث بغض الرقم النصغل اثنين شحطة السلسلة 1 2 3 4 5 6 7 7 سبع تمثل هبتان اي هبتان لانه في رابطة ثلاثية تصير اين هبتاين تصير هبتاين مركب اللي بعده لاحظوا رابطة ثلاثية هذا من الالكين من الالكين اطول سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 هبتان هسا هنا لازم دائما ارقم الرابطة الثنية اقرب الانه هي المجموعة الوظيفية فبرقم من اليمين 1 2 3 4 5 6 7 اذا ترقيمنا اقرب للرابطة وليس للتفرع عندي هون تفرع اثل وهنا تفرع مثل بابدأ اكتب حسب الحرف اللي جاي الاثل بالأول 4 شحطة مثل شحطة على ذر رقم 6 مثل شحطة شحطة الرابطة الثنائية جاي بين 3 و4 باخد الرقم من الصغر 3 شحطة بما انه سلسلة من 7 اذا هبتين هبتين المركب اللي بعده هذا كيتون هذا من الكيتون هاي شعبين المجموعة الوظيفية الكاربونية من هون سي ومن هون سي السد الرقم دائما اقرب للمجموعة الوظيفية رقم اليسار 1 2 3 4 5 6 اضر 5 فيه مجموعة التفرع مثل حيث ما حكينا مثل 5 عليها المثل وعلى 3 مجموعة الكاربونية في الكيتون كونه 1 2 3 4 5 بكون 6 ذرات بصير اسمه هيكسانون هيكسانون هذا من الالديهايد بتميز الالديهايد عن الكيتون انه دائما الكاربونيل على الذرة رقم 1 على الطرف كاربونيل ما اتش الكيتون الكاربونيل ما بتجي على الطرف الا تجي بالنص هذا 1 2 3 4 5 على ذرة رقم 4 مجموعة سميناها مثل سميناها مثل مثل هنا كون الالديهايد دائما بتكون الكاربوني تكون مجموعة من الحموط لذلك لا اعطيها رقم لاني دائما تأتي 1 برقم مشان التفرأ فبقول 4 مثل 5 ضرات بن تان هل 5 ضرات بن تان هل كم تسمية المركبات الهدوية برقم لدي هذا المركب هذه مجموعة الكاربوكسي إذن هذا من الحموط الحموط تنتهي بويك 4 ضرات كاربون إذن هذه بيو تان ويك بكتب قبل الكلمة تحمض هذا من الاسترات ما شاهفينها COO يعني COH الاسترات تسميته من هون بكسر بخلي COO بطرف والهيدرو كاربون بطرف سهذا بيكون تسميته على وزن الكيل وهي تسميته على وزن ال كنوات بشوف أربع ضرات كاربون أربع بيوتان على وزن الكيل بيوتيل وهاي على وزن الكانوات ضرتين بيوتيل إيثانوات أيضا هذا من الاستر من هون مفصل ثلاث ضرات كربون بروبان بتصير بروبيل هنا ضرة كربون واحدة على وزن الكانوات ميثانوات ضرة كربون ميثان ضرتين إيثان ثلاث بروبان وهكذا هاي مراجعة لتسمية المركبات العضوية حسب نظام أيوباك وكتابة صيغ البناء إلى المركبات معتمدين على تكافؤ الكربون وضل عندنا إن شاء الله مجموعتين ندرس إن شاء الله في الحصة القادمة لأن الأمينات وهاليدات الألكيل بنكون أنهينا المركبات العضوية وتعرفنا على صيغها البنائية وكتابة الصيغة وتسمية المركب حسب نظام أيوباك يا ريكوانفافي